اهلا بكم يا شباب اتمنى انكم تكونوا كلكم بخير النهاردة نجايب لكم شوية نصايح وتركات تقدر تعملها في كونفي اي علشان تساهل عليك المشوار دي هتبقى سلسلة من حلقتين الحلقة الاولى هتبقى كلها فيها الحاجات الصغيرة اللي احنا ازاي نعمل مسلا الحاجة الفنانية عشان نحسن من سرعة او نخلي شكله احسن والفيديو هيبقى ازاي تقدر تعمل او ازاي تقدر لو انت اطلع لك اي ايرور او مشاكل في كونفي اي ازاي تقدر تحلها صح بش ان انا بس تاخد اليرور يطلع لك دون جاي واخدوا وتتوقع ان الناس فعلا ممكن تساعدك بالطريقة دي لا غلط لان هي اصلا اليرور اللي بيطلع لك ده مش بيطلع لك من كونفي اي ده بيطلع لك من النود نفسها فانت عايز تعرف الحاجات دي فده هيبقى الفيديو التاني ليه علاقة بالتريبل شوت انما الفيديو دوت هيبقى فيه كل النصايح والتريكس اللي انا بستخدمها علشان النظم شكل كونفي اي عندها شبط اقولش عليك يلا بينا نبقى عندك المانيجر هنا ناس كتير جدا بتبقى عندها مشكلة اول لما بتنزل كونفي اي ما بيبقاش موجود فيه المانيجر المانيجر ده لو انت عايز تعرف بيعمل ايه لما بتدوس عليه تقدر تعمل لكونفي اي الاخر تقدر تعمل لو انت عندك اي حاجة جاية باللون الاحمر وبش موجودة تقدر تدوس على لو انت عايزها لو شفت عجبك في اي فيديو او اي حاجة تقدر تنزلها من هنا وبالتالي وتقدر تعمل حاجات تانية كتير احنا نتكلم فيها اه واحدة واحدة بس تعال اقول لك ازاي تسطب المانيجر الاول اول حاجة يا سيدي بتقوم جاي دايس هنا انا هسيب لك اللينك ده في الديسكريبشن ده الكونفي مانيجر في الكونفي مانيجر انت بتنزل تحته خالص كده بتلاقي اسهل طريقة تقدر تنزل بها الحوار ده كله انك على رقم اتنين هنا بتقوم جاي دايس على الجزء اللي هو الموجود ده ناس كتير لما بتيجي تدوس عليه بيقوم جاي موديها للصفحة دي فما تفهمش هو كده احنا احنا ايه اللي جابنا هنا لكن المفروض اللي انت تعمله انك انت تدوس عليها كليك يمين وتقوم جاي مختار المكان اللي موجود فيه ران سي بيو وران نيفيديا جي بيو هو 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 ده الملف ماشي بس انا هسيفه تاني هدوس سيف هيقول لي الملف موجود هقول له بدله بمكانه كده انت عملت ده ولود انما لو انت دست على اللينك هنا هما هما انا باش عارف هما ليه عملوا كده بس ايه يعني يسيبك منهم وزي ما بقول لك هنا في الجزء ده تكليك يمين وتون جاي عامل سيف لينك اس خلاص كده تمام اول لما بتعمل كده بترجع تاني لكونفي او الفولدر بتاعك هتلاقي الملف بتاع بس اتأكد انك انت تبقى قافل كونفي واي وقافل السيم دي بتاع كونفي واي هتدوس عليه دابل كليك هيخلص شوية تحميلات تفتح كونفي واي لقيت المانجر بقى موجود عندك حاجة مهمة جدا موجودة في كونفي واي وبرضو من الغريبة جدا ان هما بيبقوا عاملينها على اه حاجة ضعيفة لو انت دخلت في السيم دي هنا وطلعنا فوق خالص عند كونفي واي هنلاقي ان الكونفي واي عندي شغال هنا بالهاي في رام لو انت جيت تبص هنا هتلاقي هاي في رام بتبقى معمولة للو في رام لنورمل في رام فبالتالي هو ما بيستخدمش الكرت بتاعك بكل قوته انت عايز يعني عايز اقول لك حرفيا ده هيصرع كونفي واي عندك العشر اضعاف كمان فكل اللي عليك انك بتدخل هنا على كونفي واي وتقوم جاي دايس على كليك يمين في الفيديا هنا وتقوم جاي عامل لها كلمة بتاكد انك انت كاتب على كلمة هاي في رام اول لما تقوم جاي دايس على فايل وتعمل سيف وتقفل النوت باب بتاحتك وتعمل الكونفي اي هتلاقي اول لما فتح المفروض بيبقى كاتب لك هنا انك انت شغال بالارجمنت بتاعة وهتلاقي قبل كارت الشاشة بتاعك انه معمولة وحرفيا هتلاقي ان الموضوع معك بقى سريع جدا 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 فرقا عن الاول ولكن اتأكد انك انت كارت الشاشة بتاعك يقدر اصلا يستحمل او وده بيرجع لانت استغلاكك واستخدامك لو انا بستخدم اي كارت انا شايف ان هو لازم يبقى على انما لو انا شغال على فلاكس وجيت اعمل هاي في رام فانا كده ببقى ببهدل الكارت بتاعي حاجات صغيرة وبسيطة جدا بس دي حاجة من الحاجات المهمة اوي الشورت كاتس وازاي تستخدم الشورت كاتس في كونفي اي طيب اسيد اول حاجة ايه افرب مسلا انت عندك شوية نوتز بالمنظر ده كده وعايز تعمل سيليكت عليهم لو انت قمت جاي دايس على زرارة كنترول هتقدر تعمل سيليكت على النوتز ولكن لو انت بعد ما عملت سيليكت هتيجي تحركهم نوت واحدة بس اللي هتتحرك فلو انت عايز تحركهم كلهم تعال ندوس كنترول ونجمحهم تاني كده لو انا دست على الشفت وجيت احرك هحرك كل النوتز اللي انا عملت لها سيليكت واعرف ان الكنترول زي كمان شغال جوه كنفي اي ممكن تليه فاجأة ام جاي زي ما انت شفت في الزوم طلع منك برا كده لكن اعرف ايه ان الكنترول زد شغال تمام معاك مفوش مشكلة طيب ايه كمان لو انا دايس قلت ودست على نود معينة اقدر اعمل منها دوبليكيت اقدر اعمل منها نسخة كمان جميل لو انا دست على دليت بيدليت الحاجة زي ما هي لكن لو انا دست على هيدليت الوركفلو كلها فدايما نتأكد انك انت بتدخل على هنا وتدوس على كلمة عشان يأبديت الوركفلو بتحتك لو انا مثلا هعمل دي اتأكد ان هي هنا لو انت دست على هيرجع لك كل حاجة هيبسح لك كل حاجة موجودة في الوركفلو خلاص كنترول زي طبعا بيرجع لك كل حاجة زي ما كانت طيب ايه الاختصار كمان مفيد لو انت عندك الجروب الجروب لما بتيجي تشده بيشد كل حاجة فيه لكن معظم الناس بتبقى عندها مشكلة ان انا بش عارف ازبط الجروب على شكل الحاجة دي يعني ايه دلوقتي انا هعمل على الاجزاء دي كده تمام وهم جاي واخدها برا هنا دلوقتي انا جيت عايز احط الحاجات دي في جروب فادست كليك يمين وجيت عند كلمة اد جروب وامت جاي ضايف جروب جيت خدت الجروب ده وتسميته اي حاجة جيت اخد الجروب حطيته هنا مبقيتش عارف امسك البتاع لتحت او بص كل ما باجي اشده بيشد الحاجات دي كده معايا اشده هو لوحده ازاي لو انت دست على هتلاقي نفسك قادر انك تشد الجروب لوحده وبالتالي تقدر تشكله زي ما انت عايز قبل ما يتحط جوه النود ويحرق لك النود فانا دي دلوقتي لسا ما زلت وقدر اشيل ايدي ايوم جاي مسك لي الحاجة انما لو انا من غير انا بمسك الحاجة بالجروب كنترول بمسك الجروب بس اقدر ازبطه على شكل الحاجة اللي انا عايزة ايه لازمة الجروب اولا بتخلي ان كل النودز اللي انا بحتاجها اللي انا بستخدمها موجودة في جروب واحد اقدر اسميه وتفر انا سميه ايه? واقدر اغير لونه. وكمان اهم حاجة في الحوار ده كله. لو انا معي في لو انا دست على اقدر اعمل له او انه هو ما يستخدمش. معناها ان دوة دي كلها ما تبقى غير مستخدمة تماما مش هقدر استخدمها. جميل? طيب. تعال نقدر هنا. لو انت دست تاني تقدر تخليها اولوست تركحها تاك. ولكن انا هقول لك على طريقة افضل وخلينا بس نخلص حوار الشورتكات. طيب. لو انت عندك عايز تقفلها وبش عايز تشغلها. لو انت دست كنترول بي كنترول بي بيعمل باي باس. لو لقيت في حاجات مقفولة بالمنظر ده كده. لو دست على اي واحدة فيهم دست كنترول بي. هيرجحها ويقفلها. طبعا من الاختصارات المهمة اللي انا بستخدمها كتير كدا. انا ممكن مثلا عشان اشغال كتير صعب قوي ان انا اقوم جاي دايس على كلمة كيو. او ممكن مثلا ان انا شغل على شاشة تانية او حاجة. فعايز ان انا بدوس كده. ولو انا دست على زرار كنترول انتر. هيبدأ الكيوب بتاعي. وهتبدأ الحاجة تشتغل تمام ما فيهاش اي مشاكل. ولو انا جيت في النص هنا. لو انا مش عايز اي حاجة خطوة مجاة مكملة. لو دست كنترول انتر. هي هي بالزبط كإني لغيت الكيوب بتاعي. وزي ما انت شايف ام جاي افل معنا. خلاص? يبقى انت كنترول انتر بيعمل جنريت كنترول انتر بيقفل الجنريت ويرجعك تاني تكمل زي ما دي كده معظم الشورت كاتس اللي موجودة في كونفي اللي انت هتستخدمها يومي. طب يا سيد من وسط التركات المفيدة جدا جدا اتكلمت عليها في فيديوهات قبل كده وانا بستخدمها كتير قوي قوي هي الجزء بتاع النود آآ باي باس اللي موجود باي ار جي ستري. ار جي ستري دي دول عندهم شوية كده كتيرة وكويسة جدا. فانا برجح ان كنت بدي ادخل هنا في المانيجر كاستوم نود مانيجر وبتكتب هنا دول عندهم كمية كويسة جدا 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 وحاجات شكلها كويسة فانا برجح هنا ان كنت تعملها طبعا عشان هي موجودة عندي فانت هتلاقي موجودة من ضمن الحاجات الكويسة بتاعتهم اللي هي ديت النود الجميلة ديت اللي هي بتقول لك المفروض لو انا دوست هنا وكتبت كلمة باي باس هتلاقي عندك فاست جروب باي باس ديت بشتشتغل بالطريقة دي ترتبها بيبقى ماشي لو انا جيت هنا ايه لازمتها ان انا لو انا بعمل مثلا عندي تلاتة موديل زي وفلاكس مثلا بتاعت الوايف اقدر حرفيا ان انا اسويتش ما بينهم تعال نقفل دي بقى خلاص اقدر هنا هلاقيهم اساميهم كلهم اقدر اسويتش فيهم مين فيهم اللي انا عايزوا يشتغل ومين فيهم اللي انا بش عايزوا يشتغل وكمان اقدر اهم جاي لو انا اقفل كله كده وبش عارف فين مكان الحاجة لو دست عساها ما هيوديني للنود كده النود دي بس هي مجموعة النودز او الجروب ده بس هو اللي هيشتغل فبالتالي بش هيقعد يعمل لود لان انت استحالة على المشين عندك تقدر تشغل واحد اتنين تلاتة آآ في نفس الوقت هتلاقي عندك ايرورز واتلاقي عندك ان الجهاز كله ما بقاش شغال بالنسبة لناس كتير المنظر ده كده لوحده وشكله مخيف جدا فانا هقول لك على كم حاجة كده ازاي تخلي المنظر اللي بشكله مبعكك دوت شكله اكتر تنظيما اول حاجة بتيجي ان الشكل المبعكك دوت بتبقى مشكلته في اللي بتبقى ربطة النودز ببعضية فلو انت دخلت على هنا هتلاقي ان عندك جوة في بتاع هنا تلاقي عندك في هي اسمها ديت بس احنا عايزينها تبقى دي اللي انا بستخدمها دي في حد ذاتها بتخلي الموضوع ذات نفسه بدأ يبقى شيط جدا لو انا حطيت الحاجة كلها جنب بعض زي ما انت شايف كده هلاقي ان الدنيا باقت مزبطة ده رقم واحد في الحاجة اللي احنا ازاي نزبطها اقدر كمان ان انا لو انا دست عليهم كده ودست على وانا دايس كنترول عليهم كلهم ودست على واحدة فيهم اقدر ان انا اهم جاية عامل آآ فين يا ربي كانت هنا في دوت ماشي اهم جاية دايس عليه تقدر كلهم بحاجة بالمنزر ده كده بس هما بيبقوا موجودين وبعض فلت لو تبش عايزهم هنا تقدر تقدر تعمل ليهم فيتوزعوا على نفس تقدر تعمل فاهم الفكرة تقدر لهو لو انت دايس عليهم كلهم مسلا كلهم يبقى الموجودين لتحت كده فتقدر على الاقل دي تبقى انك انت بكل سهولة تقدر تزبط اماكن اللي عندك طبعا تقدر تاخد في الوقت الترتيب عندك وقت من انت عايز حرفين وشايف ان جماليا انك انت لو دوست على لامة العين هنا تقدر تقفل وتفتح الشكل بتاع الطريقة دي طيب ده كده يا سيدي بالنسبة للجزء ده طب يا سيدي تخيل معايا لو انت عندك الموقف ده كده الموقف ده عبارة عنك انت معاك لود بوينت شيك بوينت واحدة جدا موديل واحد انت مسطبه ومعاك اتنين جروب اللي اتنين جروب دول عايز واحد فيهم ترندر قطة واحد فيهم ترندر كلب وفي نفس الوقت عندك كل الحاجات بالزبط يعني فكل اللي انا مطلوب مني ان انهم جاي موصل موديل بموديل كليب بكليب 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 وموديل بموديل وفي ايه وممكن اطلغبط وممكن انسى وممكن اعمل حاجات كتير قوي هتلغبط الدنيا معايا طب اقدر اعمل ايه طالما ده الحاجة المشتركة ما بين كل الكلام دوت عندنا نود جديدة بص طحفة لو انت دوست هنا تقدر تكتب anything everywhere بص يا سيدي الحاجة يعني الانا انا هستخدمها اللي هي بتاعة number 3 دي بس هقولك على حاجة اي نود انا بقولك عليها دلوقتي شايف الكلمة يعني شايف الكلمة الصغيرة everywhere اللي تحت دي ده اسم اليوزر اللي عمل النودز دي ما عندوش نودز غير النودز بتاعته جدا ماشي فاي نود مكتوب تحتها اسم لو انا مسلا دست على everywhere الرقم تلاتة دي او دست هنا في المانيجر دست على custom node وفي السرش هنا اي حاجة انت مش عايبه وكتبت مسلا ايه هنا هتلاقي use everywhere موجودة تقدر تعمل لها in stone ماشي يبقى كده انت لما بتشوف الاسم اللي انا بقوله لك دوت الاسم دوت هو اللي انت بتزيرش عليه عشان تلاقي الحاجة اللي انت عايزها نرجع تاني للنقطة بتاعتنا anything anywhere دي بتعمل ايه حرفيا انت كل اللي عليك انك بتوصل الحاجة بيها هنا model clip vae بس كده شفتوا سهولة حرفيا اللي انت عملته هنا كده لو انا خدت النود دي حطيتها فوق وعندي group one تعالى نقفل group one تعالى ندوس على كلمة but انت موصلتش حاجة تعالى وريك الماجيك بقى مش انت عايز تشوف ماجيك هدوس هوا على كلمة q في سانية الى سانية فتعالى للوقت احنا طلعنا الكلب دوت اهو تعالى نقفل ال group ده ويبقى عندنا group ده وندوس q في اسهل من كده نفس النظام switch اهو q تمام يبقى انت كده عرفت anything everywhere بتوصل اي حاجة بكل حاجة ولو انا عملت على فكرة لو النودز دي عملت منها نسخة كمان وكده هتتربط كل حاجة من غير ما نعمل اي حاجة ومن غير ملمس اي حاجة لو انت عايز شكل لو انت عايز شكل عندك بالشكل ده كده كل اللي عليك انا كده تدخل في المانجر وتعمل لو انت عندك الشكل القديم فهيبقى عندك الشكل الجديد بتاع وكمان تقدر تدوس على هنا وتغير الشكل اي ستايل انت عايزه عندهم عندهم ستايلات كتير واشكال شكلها حلو قوي انا بستخدم في هنا بتاع جيت هاب انا بستخدم هنا تمام بتقدر تغير اللي انت عايزه فيه انا ما بستخدمش ده انا بستخدم فاهم الفكرة تقدر حرفيا انك انت تغير بتاع الشكل دي حاجة يعني ايه بتبقى مريحة لليوزر بدل الشكل التقليدي بيبقاش شكله آآ لطيف او برتحلوش يعني نفسي لو انت عندك كل ما بتيجي تكتب في هنا مفيش اي ارر عمال بيطلع لك عمال بتكتب الكلام طالع غلط ما باتطرر انك انت تدوس يمين وتنجاي داخل على جوجل عشان تشوف الكلمة الصح بص في طريقة انا معرفش ليه هم مش فاتحينها ولكن كل اللي عليك انك بتدخل في هنا وتنجاي نازل تحت تحت خلص لحد ما تلاقي كلمة فين هنا لحد ما تلاقي ديت وتنجاي جاي عند وتنجاي معلم عليها هتلاقي ان كل الكلمات الغلط ينفع تدوس عليها وتصلحها ما فيهاش اي مشكلة المفروض يخلو ده بيديفولت بس يعني بما انهم بيش عاملين فاحنا هنتطر ان احنا نصلحنا بنفسنا معظم الوقت وانت بترندر ما بيبقاش ظهررك اي صورة موجودة هنا في الرندر تعال اواريك المثال ده بيبقى عامل ازاي لو دخلت هنا كده وانت جاي عامل نون دوت بيبقى الديفولت بتاعها جيت ادوس على كيو هلاقي ان الموديل عندي بيتعمل له رندر وهتلاقي ان الصورة بتخلص وبعد ما الصورة بتخلص بتظهر لي في البرفيو امج انا مش عارف ايه اللي بيحصل انا مش عارف مين اللي موجود الصورة دي كانت تشغالة ماشية ازاي افرد انا اشغالها على حاجة كبيرة زي فلوكس مسلا والصورة هتاخد مني وقته طويل ومن اول اتنين سيمبل لقيت لا ده مش دي الحاجة اللي انا عايزة كل اللي عليك انك بتقوم جاي دايسة على المانجر هنا وتقوم جاي جاي مختار دي لاما تعملها اوتو لاما تعملها على تي اي اي اس دي لاما تعملها ننر انا دي ما فيتبلهاش اي لازمة لان هي دي ما بين دي وما بين دي اللي اتنين شبه واحد فانت كل اللي عليك لو انا مسلا جيت عملتها على سلو هنا ودست كلوز وجيت ادوس على كلمة كيو تاني هقدر اشوف وهو بيشغل بيعمل السيمبل هنا صورة مسائل اقدر في اي وقت ان انا وقف لو مش عجباني فبالتالي ما تكملش معايا فدي لازمة انك انت يبقى عندك لايف بريفيو يوريك في اول سيمبل بالذات لو انت بتستخدم فلاكس او بتستخدم اي مودل كبير فدي اوبشن مهم جدا تخليه معاك لو حسيت ان الحاجة بتستهلك اه امكانيات كتيرة عندك كل اللي عليك انت بتدخل في المانجر تاني وتم جاي جاي عند الجزء ده وتخليها اوتو اوتو كويز في ان هو لو فيه مسلا مشكلة عندك في التحميل وكده هو بيوم جاي ايه مخليها فاست مخليها سلو او مخليها خالص المهم ان هو هي ايه يطلع لك افضل الجهاز بتاعك يقدر يستخدم اداة جميلة جدا وانا بحب دايما ان انا خليها قدامي عشان اعرف الاستهلاك بتاعي بالذات هنا الاداة ديت اللي هي تبع فتعالا اقول لك ازاي تنزلها على حرفيا هي بيتمونيتور كل حاجة الاستهلاك بتاع الاستهلاك الرام الجي بيو بتاعك الفيرام والتمبتشر بتاعة الحرارة بتاعة الكارت بتاعك طب ازاي ان هنجيب ديت هتضوم جاي دايس على هنا وتدوس على وتيجي هنا تقوم جاي اعمل سيرش على هتلاقي هنا هتعمل لها اول ما تعمل بتدوس على كلمة هتظهر لك هنا بالاحمر هتلاقي معاك اول لما يكون في يفتح بعد كده هتلاقي عندك فيها كل حرفيا اللي بتحصل عندك في الجهاز. بدل ما انت كل شوية عملت تدوس كنترول آلت آآ اسكيب وتكون جايس على هنا وتعطي بص على الحاجة دي كلها لايف قدامك كل حرفيا حاجة بتحصل. في تيبس و تريكس اكتر من كده بكتير جدا 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 جدا. وانا معاك واحدة بواحدة هعرفهم لك كلهم ان شاء الله بس عشان ما طولش عليك الفيديو ده. لو عجبك الفيديو واستفدت حاجة منه ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للفيديو والبيتريوم ما وشغالين. تقدر تدعمي لو عايز تدعمني شخصيا. ده بالنسبة للجزء دوت لو عندك اي مشكلة او اي حاجة تقدر تسيب لي في كومنت او تدخل على السيرفر بتاع الديسكورد الناس فيه كويسة جدا جدا وتقدر تساعد معاك. تمام? فاتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وضمتوا بسالمين.